السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بالجميع طيب يا جماعة الخير كثير يقول لي أسامة ليه معت صرت تسوي تجارب تيك توك؟ بعد غياب ما يقارب سنة كاملة قررنا اليوم نرجع لسلسلة تجارب تيك توك بس تجربة اليوم تجربة غريبة حرفياً من نوعها شفتوا جحها طلع كهرب توقع شي جديد عليكم صح؟ طيب قبل ما نبدأ في مقطع اليوم حبيبي عزيز المتابع لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات الشي الثاني يعطيكم ألف عافية على الدعم الأسطوري اللي قاعدين تسوينا شكراً لكل شخص قاعد يكتب كومنتات إيجابية الله يسعدكم يا رب سعادة ما بعدها سعادة يا أخي أنا أحب الناس الإيجابيين قسم بالله العظيم والله العظيم نجبكم حاضر مايك؟ أحبكم قسم بالله العظيم طيب وسامة وش عندك اليوم؟ اش السالف وش صاهر؟ أو شي خني وريكم المقطع ما أدري هل هذه المعلومة حقيقية أو كذبية؟ حنا راح نجربها بس أول شي خنشوف وش هي بالضبط توقع ما أدري هل هي حقيقية أو كذبية؟ ما أدري وش راح يسوي بالضبط يعني؟ أوكي قصدير، لمبة، أحجار، حول بعض ملح 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 اوكي أوكي، الحلاو اللي هو اللي يطلع، شو اسمها؟ اللي يخلي المشروبات الغازية كلها اتفور يعني راح يقولك أنه راح تشتغل اللمبة ما أدري ملح اوكي خذر حلاو نسرع المقطع لان عندنا اشياء كثيرة لا مستحيل مستحيل تتوقع ان هذه النظرية حقيقية او كذبية طبعا قبل ما نبدأ في مقطع اليوم اي شي راح تشوفونا قدامكم من ناحية مثلا الاشياء المأكولة يعني النعمة يعني من الاخير طبعا هذي كلها ما راح ترمى في الزبالة بعد ما نخلص كلها راح نقصقصها وناكلها وننزلها للبيت طبعا البيت ما يدنو اصمش حاطفي بس انا راح اكلها لاني صد مش تيجح بعد ما خلص الموضوع هذا كلها بس دقيقة توقع بس دقيقة توقع يبغالها يعني معكم الدكتور وسامة طيب اول شي نجيبه اللي هو هذا شترطون عشان نحط هنا دقيقة نشوف الكاميرا الثانية شترطون او شي نجيبه شترطون ض نَو أكام bubbles نحطه هنا عشان نحط الجحة عليه الشيء الثاني انجيب الجحة يا جماعة الخير ونحطها اواه لا 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 الذي يبيه لك هذة بس لي لكن الجحتنا اليوم بس ما ادري يمكنني ان كان بعد الله يسلمكم نجيب المكونات يعلم اللي صدق راح تصير فيه للمبة جبنا اللنبى هنا هنا هذي لمبة شريها قبل شوي بعد عليهم فالسعر خمسة ريال شريها ظلهم خمسة ريال باقي فعا بعدها نجيب القصدير نحط القصدير هنا بعدها جبت حجار كثير خفت إنه ما يكفي منها للبيت يعني شوفوا جايب حجار كثير نشوفونا إن شاء الله في كاميرا الثانية حجار كثير كثير بسم الله أوكي هذه الحجار عندنا كله أول شي نسوي نفك فك الحجار عشان طبعا هذه آلة حادة نتبهوا حقدمها شبابتك فهون لحد استخدمها آلات حاد ناخذ نفك الحجار نطلع الحجار كله بره ونحطه جوا كرتون اللعبة والله ما أدري من صدقه من كذبه بس هننا متعودين في السلسلة أي شي ترسلونا يكون حلو ونجربه نحن ما وراني شي ما وراني شي بس اليوم شفتم فيه جح والله أني خفت شوي قلت نعمة يا ذيوار نعمة نعمة لا تلعب في النعمة بس قلت يا ولد بعدها كل جحها وكلها بما أنك يعني تحب الجح ايش نعلق كذا سوي ليه؟ كفتوري قسم بالله طيب جبنا حجار 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 والله أمي بستأنس من الحجار جايب له حجار كثيرة 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 بستأنس كل يوم بتسوي change للساعة تغير change الإنجليز cut توقع الحجار هذي صح توقع كذا الحجار هذي تكفي يعني يا حساء يعني كثير طيب بعدها الله يسلمكم ثمنيل ثمنيل ها صرت يوتيوبر تسوي نفس بعدها وش نسوي نفك الجحها من فوق خنقصها مرب الله ما أحلى زينه 汬鱼 ولا الله يزينها ميش يبغال، ترجمة نسوي انني نروح نجيب موا قصدير ملح بجيب ملح üç وvoorجيكم تعالي شويفنا الملح يعني تعرفون هنا معنا الخليجيين كل العربيين يشوئه كذا يبقى من الجبن الذي الملح يُستخدمون معلبات لي مسوي نفسكم اي قدامكم إننى وله ت tooth قصدير أصلي جايبة طيب تعالي يا قصدير يا حلو هذا القصدير بسم الله نفكه كده نجيب ملح الملح اتوقع عشان تنشف الموية بعد شيف اذوق جح بالملح طيب حطينا الملح هنا الله يسلمكم نجيب القصدير نلف اللمبة من تحت كده والرك اركبنا اللمبة الان باقي الحجار افتح لها لازم افتح كده عشان اللمبة بغطي عليك الحجار نفتح لها والركة ثواني بسم الله اول فتحة من هنا نشوف الحجر يركب ولا لا نجيب السلة هذي داري انكم ما تشوفون نجرب ندخل الحجر ايوا الحجر هنا دخل بسم الله تخرب Kesin ع�� اسم اللباضي وارجع لكم ثواني بس خرب حذي بقعد البوسي بتهمون وامر handedt ياخي احسها هيا كده والله احسه هكده ما دري ليه ها لي بستنسو مجنسون جايب له مجح هايدو رمنا تجارب تكتب خني خارم اواج خارم آيه أههه هذه يبيه لهاب وين او حدا كده اللمبة Francis انت مغرب ادي ايو خدي قدم هذي كده ايواش اروا بتش착لون اذانا احسه لي لحالي قاعدين ننظرون الجحة كم يعني اسمني ها ها تخربوا القاعد ها حلو يعني الحجار ترى ما دخلت جوه في الجحة دخلت جوه لا 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 سامة لا تاكل الجح بعدين تطلع سوبر هيرو كل الكارب لا 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 اكل ابو امو انا موت في شي اسمي الجحة بسم الله الرحيم بس حين فتحه هنا 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 بداينا بداينا نخلص يا جباعة بداينا نخلص بس يبغال نفوتها يا والد والنظارتي لا يجي انفجار بسم الله الرحمن الرحيم هاي هلبس بار للا بلوفر حق يمت لجح طيب بسم الله الرحمن الرحيم خلصنا ممكن الجحة قاد ينشون الكاميرا ثاني بس دقي نجيب فوطة نمسح نمسح بقايا الجح شواني بالله كده واوكي ركبنا الجحة ركبنا كل شي ركبنا اللمبة ركبنا كل شي جماعة الخير الحين باقي نجيب قصديرة كده طويلة كده جاده 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 توقع كده مناسب يلا يلا بعدين نصفتها صفتة احترافية عشان صفتها صفتة احترافية عشان قفير ثاني بس بشي في شي نسيته هاي بغالها شي طويل والله عيال بغالنا نستخدم قصدير اكثر هذا اللي كنت خايف مني اوكي دينا خلينا القصدير اكثر خليه مع الجزء والله اني بلشت فيها الو بعدين اللي يسلمكم ناخذها كده ونلفها خليها كلها تلمس الحجار كلها تأكد انها تلمس الحجار ايوه بعدين نفر الجح نفرها نفرها نخليل كده بعدين اللي يسلمكم نجيب سطل هذا ونحطه هنا نحطه هنا ونجيب الكاكولا ثاني جيب الكاكولا ولا شف المانتُ هشت الحلاو هذي الكاكولا وهذا المانت الحلاو طبعا في طريقة انا شايفها قبل شف يقولك كاكولا كاكولا طبعا هذي اناava صدق ما احبها ولا حطرها بش دخل مطرها ماذا سوي كذا منبرح كان للحلاو هعطوه رأيكم اظنكم تشتغلوا او لا مرح تشتغل اللمبة خيف بعد انا شايف طريقة في الانترنت الثواني بس هجيب الشترطون هذا الي تحت تبت على الربحات ضوح الوضع كت كت يا مخرج يا مخرج كت ونشترطون انا شايف اناس يسوون حركة المان يكونوا شكذا باك باك بدا؟ جملكي فكونا فكرتونا هذك اشفونا في الكاميراة تمام؟ بعدين يجيبونا السكينة بعد ما يفكونا يقطعونا يضعونا كده أنا شايف الحركة هذية بعدين يجيبونا الحلاو انا بكثر حلاو عشان اشوف هلو هي راح تضبط او لا نبارع متني والله نسوون كده والله نسيت نسوون ها لا لا ما رحتoy نجيب كاركولا من جديد بعدين نجيب القصديره لكزولي عن لبها دقيق دقيق عشان ما نحوس ولا يخرب هذا كله شوئي شوئي بالركض هنا نكمل شوئ هنا بعد نصف هذا سطاة قسيط سنسوي كذا الحين الوزنية في الحلاوي عيال مستكاميرا الثانية راح بطلع لكم وزنية الحلاوي متعبة بس انتوا ركزوا عن لبة ها لا والله ري خايف ما يدري راح تضبط او لا خنجهز حمايات الأمان من الحين ريضو علق علق فوق ثماني عشان ادفت طيب اتوقع انما راحت تعالوا بما انها ما ضبطت تعالوا بريكم حركة افضل شي وش تسوي في الجح اصلا هذا الشي مفروض انك ما تسوي بس ان التجارب اللي طلبتها قررت اني يسوي تعالوا بريكم حركة كيف تقطع الجح بطريقة احترافية كلا كذب كذب كذبون علينا والله سانا عشان انتوا ما تصرفون كثير جح قررت اوريكم تجربة هذا ستقو يما كني مطلع رصاصي طيب اقطع الجح بطريقة احترافية اول شي اجيبوا الصحنة اذا تمام تقطع الجح من الطرف هذا ناظر من الطرف اللي حطينا فيه ملح تقطع الجح من النه و الله ! والله ياهاي حمراء حراء워요 امممم.. تم Researchers � 갈ين أني تربعاه كذا راه هذا تقطع الجح لس كذا 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 ستببوا اعطيكم جح اخ برّب جح راه برّب جم�ة برّب جمالك يا جح ج � رانك بالله ان اليمني قتل مرّة مرّة اللي وصلنا عيني يكتب لي تحت في الكومنتات وإذا عندكم تجربة هاي يكتب لي تحت في الكومنتات وشوفكم بمالله السلام عليكم يا جماعتم